تحت رعاية اسمه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة تنطلق صباح غد بطولة دول العيد الوطني للقدرة لمسافة 120 كم بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى تولي جلالة الملك مفدأ مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالفرسان والاستبلات المشاركين في هذه البطولة الغالية على الجميع مثمنا سموها المبادرة الطيبة من قبل فرسان دولة الامارات العربية المتحدة ومشاركتهم في بطولة العيد الوطني للقدرة مؤكدا بأن هذه اللفتة الطيبة إنما تؤكد الروابط والأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين ومتمنيا لهم مشاركة ناجحة وتحقيق أفضل للنتائج ومرحبا بهم في بلدهم الثاني وبين إخوانهم وأشار سموه أن مشاركة فرسان الامارات ستضيف للبطولة الكثير من ناحية المنافسة والتحدي والإثارة والتشويق والذي يترقبه الجميع وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود الاستبلات والفرسان واستعداداتهم الكبيرة لخوض منافسات ثاني بطولة موسم القدرة مؤكدا بأن السواق وفي جميع مراحله سيشهد منافسة قوية نظرا للاستعدادات المبكرة والجهود المضعفة التي بذرت طوال الفترة الماضية وحث سموه جميع الفرسان المشاركين في بطولة العيد الوطني للقدرة بتقديم أفضل ما لديهم متمنيا للجميع كل التوفيق والتحقيق النتائج التي يطمحون لها معتبرا أن مراحل السباق فرصة حقيقية أمام جميع الفرسان لمعرفة ما وصلت إليه قدراتهم وقدرات جيادهم ووجه سمو الاتحاد الملكي للفرسية وسباقات القدرة على توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للفرسان من أجل إبراز الصورة المشرفة عن رياضة القدرة البحرينية والمحافظة على الإنجازات الكبيرة التي حققها الفرسان في الموسم مشيدا بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق وبحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آر خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفرسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة أجري بقرية البحرين الدولية للقدراء الفحص البيطري للجياد المشاركة حسب إجراءات ولوائح الاتحاد الدولي هذا وسيقام السباق على أربع مراحل حيث أربعين كيلومتر وثلاثين كيلومتر وعشرين كيلومتر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر